بعض الناس كده في حياتك بيعودوا يسألوك أسئلة يعني ما تفهمهاش مش مفهومة بتقبط كام هتتجوز إمتى مشاكلك مع جوزك عاملة إزاي بيحاولوا دايما يعرفوا تفاصيل عن الأشخاص اللي حواليهم ويعودوا يسألوك كيف أسئلة أو يسألوك في أسئلة أنت مش عايز تجاوبها أو مش عايز تستفيد فيها ويدغطوا عليك عشان تقولها ده في حد ذاته تعدي على خصوصية الأشخاص بدون علمهم التعدي ده غلط لأنه كل واحد ليه حرية فيه اللي عايز يقوله ولا مش عايز يقوله اللي عايز يحكيه للناس ولا مش عايز يحكيه للناس حتى أقرب الناس لك ممكن تبقاش أنت عايز تحكيه له تفاصيل معانا مش مجبر أنك تقولها وبتضطر للأسف بيضطرواك أنك تبتدي تخبي أو بعض الأحيان كتير وده غلط طبعا أنك تجدب ممكن تلاقي بعض كمان الأزواج والزوجات للأسف بيفتحوا يتجسسوا على تليفونات بعض يقعدوا يدوروا فيها بنلاقي على الجروبس بتاعة الستات كتير قوي أنا شكة في جوزي لكن مش مسكة حاجة أعمل كله بيقلها في الكومنس وفي التعليقات امشي وراء إحساسك اتبعي إحساسك عادي أقري أو تجسسي على تليفونه حاجة دي غلط قوي غلط جدا وانتصر بشكل كبير جدا يا بسانت يعني السوشيال ميديا وكمان من باب الدرجاشة يقولك احنا بادردش مع زميلي بادردش مع فأي قعدة فبجيب سيرة فلان وفلانة واتكلم عنها كأنها نوع كده من الدردشة ومن غير ما نقصد للأسف الشديد بنخوض في أعراض الناس من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على العرض ده يعني مقصد مهم جدا من مقاصد الشريعة ولو شفت شيء سيء أو شيء خاطئ لازم أسطر على غير يعني من سطر مسلما سطره الله في الحياة ويوم القيام أسئلة كثيرة جدا حول هذا المفهوم في ضوء الشرعة إزاي أتعدى على خصوصية الآخرين وإزاي أحافظ على ضبط المسافة بيني وبين الآخر ده سواء ده أهل بيتي زوجتي أولادي أو حتى أصدقائي في العمل دون أن أتعدى على خصوصيته هنعرف تفاصيل أكتر مع ضفنا الكريم الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حدثك صباح الخير على حدثك يا دكتور آفة اجتماعية عشانها فكرة أننا نتكلم على الناس ونحاول نتدخل في شؤونهم ونعرف تفاصيل حياتهم بداية فكرة الحفاظ على العرض وعلى الخصوصية في ضوء الشرع القرآني والحديث النبوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقدارك العظيم وبعد بالنسبة لموضوع التجسس طبعا ده موضوع خطير جدا بترتب عليه يعني زي ما احنا بنقول كوارث كوارث كبيرة تؤدي إلى هدم الأسرة وهدم البيت ربنا سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم نص واضح وصريح يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم انظر حضرتك لهذا النص كأنه بيقول للشخص اللي بيتجسس أو يتحمل هذه الآفة وهو مثقل بها في نفسه وفي ذاته وفي روحه كأنه بيأكل لحم أخيه ميتا بيأتي بلحم ميت ويأكله والعياذ بالله تشبيه في غاية القوة وفي غاية الفضاعة من أجل الإنسان يبتعد عن هذه الصفة الزميم ولو نظرنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا نص الحديث ده متفق عليه فالعلماء قالوا التجسس والتحسس الفرق بينهم التجسس هو أن يتتبع العورات والتحسس أن يستمع إلى الزلات يبقى التحسس هو الاستماع إن واحد يفضل يتكلم وحضرتك تستمع بيتكلم على حد طبعا إيه ده يعني حتى لو أنا بس بس نعم لازم أوقف الحديث طبعا لأن العلماء قالوا إن التجسس والتحسس بمعنى واحد وبعضهم فرق قال زي ما احنا قلنا مجرد الاستماع ده يدخل في باب التجسس علي إذن أستمع لحديث عن شخص موجود نعم ده في حاجة كمان عاوزين نقولها لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاستماع ونهى عن التلصص فقال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ويفرون منه صب في أذنه الآنك يعني الرصاص المزاب والعياذ بالله يوم القيامة يعني معنى كده إن الإنسان ما ينفعش يسمع حاجة مش كويس عن حد أو يتلصص على حد اللي احنا بنسميها كده يقف ورى الباب ويسمع هو بيقول إيه ويتخفى من أجل إن هو ينقل أخبار الناس تشبيع عظيم لا ما بقاش محتاج يعمل كده دلوقتي الأعادات بقت الموضوع أصعب أنا عايزة أسأل حديثك سؤال وأنا هتكلم زي اللي بيحصل فعلا يعني ده في بعض يعني طبعا مش هعمم يعني لكن بعض الناس يقولك أو بعض الناس حتى بقاش سيدات بس يعني بقى كل الناس نهار ده تقولك إيه إحنا بنتسلة أنا مش قصدي أجيب سيرة حد في حاجة إحنا بنتسلة سيرة فلانا جات بالباطل أو بيحكوا موقف حصل وكلنا قاعدين كسيدات نتكلم على الشخصية دي وهي مش موجودة يقولك إحنا مش بنشتمها إحنا ما قلناش حاجة وفعلا ما بيبقوا شتموها لكن سرتها بتبقى جات وحكوا اللي فيها واللي مش فيها فالنهار ده حكم الدين في دقيقة حس ده حتى حتى هو أكيد حرام بس هو كمان عيب قوي إزاي بيرعمل كده إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهدته نص كده يخلينا يعني نمتنع تمام بالإضافة أن حضر السيد النبي قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عورة أخي تتبع الله عورة ومن تتبع الله عورة فضحه في بيته وفي رواية يفضحه في بيته ده حضرتك انظري إلى معنى أسمى من هذه المعاني فيش حاجة اسمها أصلنا بتكلم وبنفط فض لا إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا مش حاطتها في ذهنه خالص وهي من صخة الله فيهوي بها في جهنم سبعين خريفة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة وهي من رضى الله فيرتقي بها الدرجات حديث بالإضافة كمان أن حاضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأتي الرجل أهله طروقا يعني إيه يعني يجيهم فجأة أنا ما أكون مسافر ما جيش فجأة ليه قال لك لأن ده كأنه طهمة لها وكأنه شبهة لها وكأنه بيقول لها أنت لست في موضع ثقة ولست في موضع أمان بالنسبة لي بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتتبع عثراتهم ويتخونهم يعني نهى النبي أن الواحد يجي بالليل أو يجي في وقت فجأة كده بدون ما يقول لأهلنا جاي بحيث أن الزكت برضو تتهيأ له وتتزيل له وتتجمل له من أجل إيه العلة بقى اللي حضرة سيدنا النبي ذكرها في الحديث يتخونهم يعني يخون مراته ويتتبع عثراتهم بل انظروا بقى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ما ينفعش أن الإنسان يظن ظن سيء ما ينفعش أن الإنسان يتبع الوسواس لأن الوسواس الشيطان ووسواسة النفس أهم شيء عند الشيطان وأعظم شيء بيحبه الشيطان هو أن يفرق بين زوجين يأتي واحد من أعوانه ويقول أنا جعلت فلان يكذب جعلت فلان يسرق فهو لا يقربه إلا الذي يأتي إليه ويقول فرقت بين زوجين فيسني عليه ويقربه النص أكبر فرق هو الباب بين الزوجين أكبر 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 حاجة بيحبها الشيطان هو أن يفرق بين زوجين طيب إيه الصحف القعدة يا دكتور النهاردة فيه ستة تقولك إحنا نازلين نتكلم هنتكلم في إيه ما فيش حاجة نتكلم فيها فهنجيب في سير البعض فالنهاردة إيه الصح لو أنا مثلا قعدة حد حكيم قعد في القعدة هل الصح أن أنا أرد غيبة الناس دي ولا أوقف الكلام تماما إيه الصح طبعا إحنا نعمل إيه إحنا قدامنا ثلاث حاجات الحاجة الأولى ولا ذكر الله أكبر طبعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم دايما لما حس أن أنا فاضي يبقى ياجب علي أن أنا أكسر من الزكر صحيح يشغلني أنا في نفسي لو سمحت أنا عيوبي إيه حضرك أسدي إليه نصيحة أسأل حضرتك في تخصصك أسأل اللي قاعدين نستفيد تبقى جلسة علمية مثمرة جلسة أسرية أنا والله عندي ابني بيعمل كذا خبرتكم إيه أفيدوني يبقى أنا إما أسأل عن عمر خاص بي أمر علمي أو أمر ديني أو أمر حياتي من غير مفضح ولادي برجو يعني مجرم بقول أن أنا ابني مثلا ما بيذكرش أو حاجة أنا أتحدث من أجل أن أحصل على فائدة أنا لما أضم في هذا الشخص ما الفائدة التي جناها الجالسون أو جنيتها أنا ما في فائدة ده العكس ده أنا حصلت على سيئات والعزو بالله وحصلت على أن يعني بتتبع ورات الناس وحصلت على أن لأن الشيطان طبعا ما بيسبش إنسان كده زنوب كثيرة طبعا يعني أنا بغير عنه طبعا تجسس ولا تجسسه نحي صريح طبعا نروح مع حضرتك ليه الموبايل يعني سبب كبير جدا من الأسباب الفترة الأخيرة للطلاق والمشاحنات والمشاكل والخناقات الزوجية الموبايل نعم موبايل الزوج موبايل الزوجة وبنشوف كتير جدا الحالات وبنسمع عنها أنه الزوجة بتمسك موبايل زوجها بتشوفه بيكلم مين بعت رسائل مين وبالمثل برضه الزوج ساعات بيعمل كده مع زوجته شايف ضبط المسألة دي ازاي في بيوتنا المصرية لأنها بقت آفة مستمرة وسبب رئيسي للطلاق أولا طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يندرك تحت حكم الحرمة يعني التجسس بكل صوره حرام سواء أنا بتطلع على رسائل الزوج سواء أنا بسجله سواء أنا بفتح البريد الإلكتروني سواء أنا بحاول أتلصص عليه كل ده حرام الحكم الشرعي لي حرام حتى لو فيه شكوك ما تبريلات مثلا بتسقها إن لم يكن هناك دليل قوي جدا يدعو إلى هذا الأمر تمام فيجب عليه أن أتوقف فورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في غاية الروعة إذا ظننت فلا تحقق إذا شككت فلا تحقق لا تتبع الشك لأن الشك ده ظن والظن ده بياخدك من درجة لدرجة لدرجة لحد ما تصل إلى وسواس والوسواس يوصلك إنك ممكن تظن في شيء لا دليل عندك تمام وطبعا الحياة الزوجية مبنية على اليقين ما ينفعش يزول اليقين بالشك وأخذنا منكم ميثاقا خفيفا ولا ميثاقا رقيقا ميثاقا غليظا وعاشروا هن بإيه بالظن بالشك ولا بالمعروف ومن المعروف أن يلتمث الإنسان الخيرات ولا يتتبع الزلات والعصرات بالإضافة في حديث بها قوي جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله وشدت فيه قال إيه صلى الله عليه وسلم قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في جهنم يعني لو أنا كده واحد صح بمسك ورقة وأنا بصت كده في الورقة ومتلصص كده بدون إذنه كإني ببص الجهنم مشكلة أن إحنا فاكرين دفع لواء شطارة لا طبعا المشكلات إنما تأتي عن مخالفة آداب الشرع يعني دائما المشكلات بتكتر فين في مخالفة الشرع نحن محتاجين طول الوقت نفتكر إيه الصحة وإيه الحرام وإيه الغلط عايزين يعني طول الوقت نفضل نفتكر بدلا أن المفاهيم كلها اختلطت ببعض نهار دا كتير عوي كمان من نفس الأعدات اللي بيعودوا أصحاب مع بعض يعودوا يسألوا بعض وإنت جوزك جابلك إيه وإنتي سافرتي فين وإنتي صرفتي إيه وإنتي بتقبضي كام ديب كام وتبقى أنت مش عايز تجاوب على الأسئلة دي فتضطر للأسف وبعتذر أن أنا بقول دا بس لأسف تضطر تكذب حكم الشرعف دا إيه للأسف هم اتنين خدوا زنب يعني اللي حاول يتلصص بمعرفة حاجة ما تعنهوش وإيه اللي كذب في الإجابة نعمل إيه أولا يجب على الإنسان أن يضع النقاط فوق الحروف ليس لأحد مطلقا أن يعتدي على المساحة الشخصية الخاصة بك ويجب أن نعلم أبناءنا ذلك ويجب أن نواجه هذا بقوة لو هذا الشخص اللي سأل حضرتك وقال لحضرتك أنت يعني معاك كام أو جابلك إيه لو أنا قلت له والله أنا يعني حتى لو أنا هرد بأسلوب يعني مش هنقول له بقى ملكش دعوة لا هنقول له والله يعني أنا أعتبر أن دي مساحة شخصية أرجو أن حضرتك تسيبها لي بملتال لطف تمام يعني من تدخل في ماله يعني سمع ماله مثل ليه هو طبعا الإنسان مش معناه كده أن نحن نعتدي عليه بالقول لا أبدا أنا ما أقصدش هذا المعنى ولكن أقصد إيه أقصد لا تتدخل في أمور لن ينفعك أن تسمعها ولن يضرك أن تجهلها بمعنى أضر ربنا سبحانه وتعالى رزق واحد برزق باسع شوية فلما أنا أسمع أنه عنده كثير وعنده كثير ربما ده لو أنا ما عنديش كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى يسبب لي بعض الأمور النفسية الغيرة ممكن الحسد غصبا عن الواحد ممكن طبعا الإنسان معرض لذلك هو إنسان قلبه متقلب ومتغير وروح فالإذن أنا أصد على نفسي باب الشيطان أنا أسأله ليه يرزق من يشاء بغير حساب فأنا يجب علي أن أنا أرضى بما قسم الله عز وجل لي وهذا السؤال نابع عن إشكالية دائما تكون في نفس الشخص يعني الإنسان الذي يتطرق إلى حياة الأشخاص الآخرين ده بيعاوز ينظر هل الناس الآخرين عندهم نفس المشكلة ربما يكون عنده مشكلة إلا لو شخص بينظر أو بيسأل عن كيفية النجاح طريق النجاح بصفة عامة يعني كيف خضت حضرتك طريق النجاح أو كيف سرتي علي ممكن حيك تنصحيني زي ما احنا قلنا احنا بنتبادل الخبرات والمعلومات والتخصصات من أجل أن نفيد أبناءنا ونفيد أنفسنا كمان من الظواهر المنتشرة فكرة التقاط الصور في الأماكن العامة يعني أنا باخد صورة لحد من غير ما استأزينه لأي مدى ده بيسبب ضرر نفسي وفيه تعدي على الخصوصية أن أصور حد دون معرفته نفس الفكرة بالضبط بتاعة النظر في الكتاب بغير إذن صاحبه ونفس فكرة أن أنا أسمعه بدون إذنه كل ما هو متعلق بشخص آخر يأخذ هذا الحكم أنا عاوز أقف أقف أستأزينك أستأزين حضرتك ممكن أتصور معاك لو حضرتك منعت خلاص دي صورتي أنا حتى ولو كنت شخصية عامة نعم مع طبعا المعاملة باللطف من الجانب الآخر يجب أن يكون هناك معادلة أخلاقية يعني برضو لا أتعدى عليه ولا أن أنا أدفعه كده لا أدفع باللتي هي أحسن وأنا آسف والله معلش أنا مجهول ويجب على الآخر أن يتلطف في الطلب زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر عليك أن تأمرني بحصن الأداء وتأمره بحصن الطلب في مسألة الدين فكذلك لو أنا بسأله وقوله لو سمحت أتصوره وهو رفض ما ينفعش أن أنا أتعدى على خصوصيته لأن دي صورة ربما في الوقت الحالي شكلي أنا مش منظم مش بالصورة اللي أنا بحبها فيبقى حضرتك أزيتني نفسيا مثلا في الوقت الحالي أنا في عزاء أو في محف الله أو مش عاوزة نشر صورتي أو مش عاوزة تختفز بيها يعني كل هذه الأمور يجب أن نعتديش على المساحات الشخصية الخاصة بكل إنسان وإلا يبقى حياتنا كلأ مباح ومتاح الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك بل كان صلى الله عليه وسلم له خصوصية وأمر أن نحترم هذه الخصوصيات خصوصية الشخص الغريب خصوصية القريب خصوصية الإبن خصوصية الزوج خصوصية الزوجة وفي نقطة عاوزين نختم بها في النقطة دي بس في الصورة ما علاش تمام رأي حضرتك يعني في بعض الأحيان بعض الناس أو الشخصيات اللي بتنشر دايما صورها بشكل عام أمام الناس كلها يعني شايف حكم الدين ده فيه لا مانع يعني هو الأمر خاص به يعني ولكن يعني يستحب للإنسان يعني أن يعني يتريس بس بدافع الترند يا دكتور ده اللي بنتكلم فيه ده بدافع الترند يعني النهاردة بحط بتاجر بصورة أهلي يعني مش أن أنا بشارك مثلا الناس اللي عندي أو متابعيني بصورتي مثلا أنا وعيلتي مرة مرتين لا أنا طول الوقت بتاجر بدا أنا طول الوقت بنشر ده مش شرط يكون حرام بالعكس لو حلال دي حاجة لطيفة بس عايزين نعرف حكم الدين في ده إيه طيب إحنا عاوزين نقول أن مسألة نشر الصور إذا كانت هذه الصور يعني تمتسل للضوابط الأخلاقية وللأحكام الفقهية والشرعية ما عندنا مش مشكلة لك أن تنشرها طرح ما ده لم يخالف الأداب العامة الشرعي بالإضافة أن حضرتك ما تنشرش صور متعلقة بأهلك إلا بعد أن تستأذن طب إن أذنوا لك وهم كانوا فيه برضو ملتزين بالأداب والأخلاق ما فيش مانع شرعي يمنع دي مسألة بقى متعلقة بتقديرك الشخصي متعلقة بحياتك الشخصية والأفضل أن لا ينشر الإنسان حياته على عموم الناس وعلى العامة ربما ينظر لك ناظر ربما يعني إما بخير وإما يعني بحسد أو بسوء أو بشر فيجب عليك أن تتجنب يعني الإنسان لما يتجنب ظهوره لأن كان لنا يعني ما شيخنا يقوله دائما حب الظهور يقسم الظهور فأنت يعني حاول تتليس في هذه المسألة إذا كانت ملائمة للضابط الأخلاقية لا مانع شرعك أما إذا كانت غير ملائمة فأجب عليك أن تنظر مرة أخرى فيه شخص بقى العكس تماما هو الشخص اللي دايما خايف من الحسد وده يحترم ما عندنا مشكلة معي لكن فيه شخص دايما خايف من الحسد فحتى الأسئلة البسيطة أوي ما بيبقاش عايز يجاوب عليها ده كمان حكمه إيه في الدنيا شوف يا حضرتك عندنا قاعدة تقول كل فضيلة وسط بين رزيلتين بين الإفراط وبين التفرير لو أنا فراتت أوي أوي يبقى أنا وقعت في مشكلة لو أنا دياءت أوي أوي وقعت في مشكلة حتى في النفقة ربنا بينهلنا ولا تجعل يدك مغلولة يعني ما تكون شباخيت ولا تبسطها كل البس يعني ولا تسيبها خلص بحيث أنك لا يجب عليك أن تكون وسطا القوة وسط بين الجبن وبين التهور يعني لو كنت يعني بدخل كده يبقى أنا متهور لو أنا يعني خفت ورجعت في أيام احتياج الدولة ليا أو احتياج الوطن ليا أو القيام بالواجب يبقى أنا كده متخازل ويعني حصل عندي جبن فما ينفعش أن الإنسان يكون فيها زين مرحلة يجب عليه أن يفوض أمره لله وأن يأخذ بالحكمة ثم يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل يا رسول الله النبي قال له بقى إيه بلعقلها وتوكل وكان ممكن يقول له فهذا فرق وبرضه خلها خارج المسجد فوسط بين الإفراط وبين التفريد كل حياتنا وكل أخلاقاتنا يجب أن تكون كذلك بالإضافة عاوزين يعني في نقطة أخيرة ممكن نتكلم فيها متعلقة بمسألة ممكن حد يسأل ويجي يقول طب أنا يعني عشان خاطر المسائل الأخلاقية أقدر فعلا أنا جوايا شك يا أخي الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يجب عليك ألا تتبع العوارات حتى وإن كان هذا الشخص مزنبا حتى وإن وقع في نفسك أو رأيت فيه هذا الزم لكن أهل بيتي كمان ما هو أنا يجب عليك أن أتعامل أتعامل إزاي؟ أتعامل بالرحم أتعامل بالرفق أتعامل بالليل وإلا فأين نعمل اسم الله عز وجل الغفور واسم الله عز وجل الرحيم واسم الله التواب ده حتى الآية التي نهى الله عز وجل فيها عن التجسس خاتمها إن الله تواب الرحيم ربنا تواب الرحيم فيجب عليه حتى الزوج وزوج فرضا أنه وجد شيئا يجب عليه أن يسطره لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي في معرض الزواج وفي معرض الامتنان ومن آياتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم موادات المرحم أول حاجة سمى الزوجة نفس سمى الزوجة نفس الزوج بمجرد أن يعقد الزوج على زوجته أصبحت نفسه وأصبح نفسه فكيف تحب أن تعامل نفسك؟ وقعت في خطأ تتجسس على الآخرين هل تحب أن يتجسس عليك؟ الجواب لا هل تحب أن ينشر زنبك؟ الجواب لا ولا ننسى دائما من سطر مسلما سطره الله وربما يأخذك الله عز وجل بزنب أخذت به غيرك وربما يسطر عليك بستر سطرته على غيرك فيجب علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور نشكرك دكتور محمد تنطوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كل الشكر لك يا خارج